يا جماعة اليمين الحلفان أول وحدة يمين غموس لما تحلف وانت كاذب فعلت وتقول والله ما فعلت مو لك وتقول والله إلي هاي غموس يعني تكون سبب في غمص صاحبها في نار جهنم والنبي في صحيح البخاري لما سأله أعرابي عن الكبائر قال النبي الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين واليمين الغموس وهاي مو كفارة أطعام صيام لا كفارتها انه انت تستغفر الله وتعمل أعمال صالحة كبيرة لمحوا آثار هذا الذنب وإذا كانت هذه اليمين مبنية على أكل حقوق الناس بدك ترجع مظالم الناس وتصلح ما قد أفسدته التاني اللغو يعني تقول لا والله بلا والله ما فيها تعقيد لليمين قالت عائشة في صحيح البخاري لما أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله بلا والله هاي ما عليها كفارة التالتي المنعقدة يعني تقول والله ما أسافر وسافرت أو ما أفعل وفعلت يعني عقدت يمينك وبعدين تحنث في يمينك بدك تكفر كفارة يمين تطعم عشر مساكين يعني عشر صندويشات فلافل لعشر مساكين أو عشر صندويشات فلافل أو عشر صندويشات شهور ما لعشر مساكين أو تطبخ رز وفاصولية وتعزم عشر مساكين إذا ما عندك كنت فقير معدم تصوم ثلاثة أيام ولا يجوز الانتقال للصيام إلا إذا تعذر الإطعام هذا والله أعلم